سؤال النفط من وين يجي؟ يعني معقولة أكو دول جواها بحيرات مع النفط مثل ما نسمع لوكو آبار مثل آبار المي اللي نحفرها يسحبون منها النفط ويبيعون زين ذاهيج كو كل دولة تحفر جواها واتطلع النفط وتستفاد منه شوف أكو أشياء وصناعات من صنع البشر وأكو مواد وموارد تكون طبيعية يعني ما تدخل الإنسان بصنعها واللي نسميها إحنا الثروات الطبيعية وأول شغلة اكتشفها الإنسان هي المعادن مثل الذهب والفضة والحديد والنحاس وغيرها واللي كان يستخدمها في حياته اليومية ويستخدمها أيضا بالتجارة فصارت غريزة عند الإنسان أنه يبحث ويدور يبحث ويدور شمي؟ لو يبحث ويدور فصارت غريزة عند الإنسان أن يبحث عنهيش ثروات حتى يستفاد من عده وإذا نجي هسه ونحكي عن تاريخ النفط الخام فأحب أقولك أن البابليين هم أول من استخدموا النفط الخام وكان هذا قبل أرباح تالاف سنة قبل الميلاد حيلا عجية عتيك هذا النفط وطبعا هم كانوا يستخدمون مادة القير اللي هي وحدة من مشتقات النفط الخام الثقيلة وكانوا يسمونه خام قطراني وكانوا يستخدمونه كمادة يسدون بها فتحات السفن وحتى كانوا يستخدمونه بصنع مقابض الأسلحة زي أنه إحنا لحد الآن ما عرفنا النفط من وين يجي شوف فكرة أنه جوانب وحيرات مع النفط هاي غلط وشيلها من بالك واللي يقولك هيجي شي قل أنت غلطان ومرات يجيك واحد ويقولك هذا النفط أجي من تحلل الديناصورات من ملايين السنين وهم إذا سمعت هي الشي قل أنت غلطان هسه شنو دفضها وقول ما وتتمي غلط بغلط شوف تدرون أصلا النفط مو من اليابس اللي على الأرض وإنما من أعمق الأماكن الموجودة بالمحيطات قبل 500 مليون سنة كانت أكو نباتات بحرية وحيوانات وطحالب عايشة بأسفل المحيطات ومنها تموت تنزل وتستقر أسفل قاع المحيط وبعد سنين طويلة تبدأ عملية اسمها التحلل البكتيري واللي أقصد بي أنه هذا التحلل يزيل الأوكسجين والنيتروجين والفسفور والكبريت من هاي البقايا المتحللة ويبقى بيها بقايا مكونة من الكاربون والهايدروجين بشكل أساسي وهاي البقايا هي المكونة الأول للنفط الخام وهاي البقايا من تبقى سنين كلش طويلة وتحت تأثير الضغط والحرارة تتحول للنفط الخام واللي نسميها احنا الهايدرو كاربون وإذا تجي ودقل لي الحرارة منين جدي وهاي البقايا أصلا بالمي أقول لك أنه هاي البقايا تكون بأمق أكثر من 3000 متر جوة سطح المي وطبعا يكون الضغط كلش عالي هناك وما ننسى أنه هاي البقايا بعد مئات السنين رح تندفن بالطين الموجود بقاع المحيطات ومع وجود الضغط العالي فالحرارة تكون كلش عالية وأول ظهور للنفط الخام بالشكل اللي احنا نعرفه كان بالقرن التاسع عشر وكان على شكل تسرب طبيعي للنفط بدون أي حفر زيان هسة النفط الخام تكون بقاع المحيطات تجاب على سطح الأرض والجواب الزلازل يوالله الزلازل القشرة الأرضية تتكون من طبقات اسمها الطبقات التكتونية وهاي الطبقات تتحرك بين فترة وأخرى وحدة فوق اللخ وهذا الشي يكون بضغط عالي كلش فينتقل النفط الخام من منطقة المنطقة أخرى نتيجة فرق الضغط الحد ما يصير المكان قريب من سطح الأرض وهذا المكان اللي يتجمع به يسموه مكمن النفط الخام ومرات يظهر النفط الخام على شكل بقعة بالبحار والمحيطات ويدل هذا الشي أنه المكان اللي يتسرب منه النفط الخام هو مكمن نفطي فيبل شون يحفرون هناك والنفط الخام اللي يكون بالمكمن ما يكون على شكل بحيرة أو تجمع سائل وإنما يكون داخل مسانية الصخور الموجودة بالمكمن نفسه زيان هسة بهذا الحشي نستنتج أنه كل دولة تقدر تحفر وطلع نفط والجواب لا طبعا لأن أكو علم خاص اسم علم جيولوجيا أو علم طبقات الأرض واللي تكون به الدول أنه تبحث بالمكانات اللي يشكون النفط بيها وهاي المكانات تكون بيها طبقات الأرض متأثرة بالزلازل وحتى أسهلها عليك فهم يستخدمون أجهزة تبعث موجات صوتية الباطن الأرض وهاي الموجات من تصطدم بالنفط أو الصخور الحاوية للنفط وترجع فأجهزتهم تقدر تفسر وجود النفط بهذا المكان أو لا وطبعا الدراسات الحديثة طورت هذا الشي والموضوع صار أسهل ولهذا نشوف أكو دول خزينها وإنتاجها للنفط الخام عالي بينما أكو دول أصلا ما بيها نفط وهذه كل ما بالسالفة صديق جديد هذا الجابة زين هذا شمدري يحكي بالنفط يلا يلا خليه روحي يلا ترجمة نانسي قنقر